اشتركوا في القناة الله شريكه فطبعا هم بيقول لا شريك له احنا عن النهاردة له شريك بالدليل يعني حلينا نشوف اول مرجع معنا بيقول ايه يقول كذا بينما نحن في المسجد اذ خرج علينا رسول الله قال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدارس فقام النبي فناداهم يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال ذلك اريد ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا ان الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليباعه وإلا اعلموا فاعلموا ان الارض لله ورسوله وطبعا هنشوف التصحيح على الشاشة فهنا الحديث بيقول أن الأرض لله هو رسول القرى الأرضية التي تعطى الله واللي عليها كمان بس كمان شريك لله هو رسول فعايز يجليهم يعني يهجرهم طبعا هي طبيعي الأرض هي لله دي حاجة معروفة وكل حاجة لله يعني دي محدش يتخاني عليها لكن الرسول إيه اللي دخل في الموضوع إيه اللي دخل الرسول في الموضوع دلوقتي الأرض لله والرسول هو أريد أن أجليكم يعني يهجرهم وده ساعات يا فرحة في الحتة المتشددة جدا إنهم فعلا بيهجروا الناس صحيح الأرض لله ورسوله فدلوقتي ده الله يبقى محمد لما هو رايح لهم المجمع بتاعهم بيقول لهم اعلموا أن الأرض لله ورسوله يعني أنا حاج ليكم وحاخد كل حاجة ليكم صح بيعوا وإلا اللي حتسبوه لو ما بيعتوش أنا حاخد كل حاجة فيعني هو إحنا دلوقتي عرفنا أن رسول الإسلام شريك الله في الأرض بالزبط نيجا نخش على الأحزاب 36 بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا المفروض من يعص الله الرسول معروف رسول الله خلص الموضوع يبقى الكلام النهائي هو الكلام الله وإذ قضى الله ورسوله أمرا هل الله بياخد رأي الرسول آه زي المستشارين زي أنه وانت إيه رأيك فرحة ومتنة تقولي لا هل نعمل كده جاية من القضاء شوف يا مارينة القاضي قاعد ده اللي بيحصل القاضي قاعد فيه مستشارين اتنين جنبه واحد على يمين واحد على شمال بيستشرهم في القضاء لكن الله القاضي الأوحد يستشير هيستشير مثلا الرسول إنسان أصلا أو الرسول لو قضى شيء لو هو قضى شيء الله ممكن هو اللي يبقى تحت سلطانه لا مستحيل طيب خليني بسرعة ممكن أقول بسرعة كده السبب الآية دي بيقول لم يكن في الطبري لم يكن لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضى أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قدية فيهم ويخالفوا شوفي أمر الله وأمر الرسول هل الأتنين مختلفين وقضاؤهما بالأتنين فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فيما أمر أو نهيا يعني بعدوا عن قصد السبيل وسلك غير السبيل والهدى والرشاد وذكر أن هذه الأية نزلت في مين في زينب من أسباب تركي للإسلام نزلت في زينب بنت جحش حين خطبها على فتاة زيد ابن الحريسة اللي هو ابنه بالتبني فامتنعت من إنكاحه نفسها وابن عباس بيقول إيه رسول الله انطلق يخطب على فتاة زيد ابن حريسة ابنه بالتبني مش راضين يكتبوا إيه ابنه بالتبني فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها بنت عمته فخطبها فقالت لست بنكحته أنا مش هتجاوز ده فقال رسول الله فإنكحي فقالت يا رسول أؤمر في نفسي بينما هم يتحدثا عمل الحركات بتاعته ها أنظل الله هذه الآية على سوء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة قالت قد رضيت أول ما عمل الحركات دي شوفي الآية نزلة فيك ها لأن من يعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالة مبيلة فقالت له قالت قد رضيت لي يا رسول الله منكحا قال نعم أيها قد رضيت قالت إذن لا أعصي شوفي لا أعصي رسول الله مش لا أعصى الله لا أعصي رسول الله قد أنكحت نفسي يعني زواج بالإكراح زواج بالإكراح بآية قرآنية لا أنا لم أعصي رسول الله مش لم أعصى هو قد الأمر مع الله خلاص أنا لفت نظري لم أعصي رسول الله ما هو قال لها راحت ها مش رادية طب استنى ما نجبها لك من فوق طب أنا قضيته الله موافق على قضائي يلا بالزبط وطلعت الجوازة فشلة في الآخر او نشوفك حاجاتك كمان تدل ان محمد هو شريك الله في القضاء زي ما شفت شريك الله في الأرض خلينا نشوف ايه كمان يسألونك طبعا الأنفال واحد يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله هو الرسول فاتقوا الله واصلحوا ذاتها بينكم وآطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين تفسير ابن كسير يقول لنا ده كان في بدر لما كان يوم بدر قال رسول الله من قتل قتيلا فله كذا وكذا طبعا فله زلبه ومن أتى بأسير فله كذا وكذا فجاء أبو اليسر بأسيرين فقال يا رسول الله وعتنا فقال سعد ابن عبادة فقال يا رسول الله إن أعطيت هؤلاء لم يبقى لأصحابك كل واحدة يجيب أسير كل واحدة يجيب قتيل كذا احنا مش هتبقى لنا حاجة أصحابك مش هياخدوا حاجة فبعدين يقول كذا مش هتبقى لأصحابك شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو إنما قمنا هذا المقام محافظة عليك نخاف أن يأتوك من ورائك فتشاجروا راح تحصلت الخناء قالك إيه ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فكرني بمي قال قال ونزل القرآن وأعلمه إنما غنمتم من شيء فإلا لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية في سورة الأنفال واحد واربعين الحقيقة مارينة أنا عايزة أقول حدث حصلت لي في الموضوع ده بخصوص الأنفال واحد لما الصحابة اتخنقوا على الأنفال فالرسول يحل المشكلة إزاي خد الأنفال لنفسه نزل آية لله والرسول ما علينا لله دي هو دايما هايخوض الرسول لكن ماما كان بتعمل الحركة دي أنا وأختي مثلا بنتخنق مع بعض على إيه حلويات على شوكولاتة على بتاع الأطفال بيعملوا وهم صغيرين يعملوا حاجات كده فماما كانت تعمل فينا نفس الحركة تقول إيه انتو بتتخنق لي يا ماما دي بتاعتي ده ده ماما دي بتاعتي تقول وروني كده بتاخد الحلويات تقول لا بتاعتك ولا بتاعتها أم تم وغداها رسول الله ده زي رسول الله فاتبقت ماما الله وماما دي حاجة في الجلات بقى يعني حاجة في الجلات عند المسلمين لكن لكن احنا برضو بنقول انت انت ليه حاشر نفسك مع الله صح صح انت المفروض الكلام ده كله ولله انا هوزع الفقرة وزع المساكين وزع لكن انت ليه دخل في الموضوع الانفال لله ورسوله كمان بالزبع لو رحنا للتوبة 91 بتقول ايه ليس على الضعفاء ولا على المريض ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج اذ نصحوا لله ورسوله اذ نصحوا لله ورسوله مع على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم دخل رسوله في الموضوع اذ نصحوا لله ورسوله يبقى ومكتوب كده اصحاب الاعذار ليس عليهم اي حرك في الجهاد بشرط ده في التفاسير بشرط ان يكون مخلصين لله ورسوله ما يكونوا مخلصين لله فبالطبعية بالطبعية بالطبعية هيكونوا مخلصين للرسول ولا هو لازم مخلصين لله ورسوله يبقى هنا يا مارينة كأنه عملة ملك كتابة هم وجهين الله ورسوله وجهين لعملة واحدة بالزبط كده خلينا كمان نشوف صورة المجادلة 22 بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله وباليوم الآخر يودون من حادة الله ورسوله ولو كانوا أباقهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشراتهم الاخر الآية طب إيه الآية دي بتقولك إيه إن الآية دي نزلت في أن الناس بتاتل تقتل إيه تقتل يعني يقولك كده بقتل أهل يوم آه أهل يوم منزلت هذه الآية في تفسير ابن كسير إلى آخرها في أبي عبيدة عامر ابن عبد الله بن الجرح حين قتل أباه يوم بدر ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين جعل الأمر شورة بعضه أولئك الستة رضي الله عنهم لو كان أبو عبيدة حيا لا استخلفته وقيل في قوله ولو كان آبائهم نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم بدر أو أبنائهم في الصديق هم يومئذن بقتل ابن عبد الرحمن يعني بيقتلوا أبائهم وأولادهم أو إخوالهم في مصعب ابن عمير قد قتل أخاه عبيدة ابن عمير ويومئذن أو عشراتهم في عمر قطرة قريبا له يبقى أنت هتحادل الله ورسوله هتتقتل حتى لو كنت أبوك أخوك أبنك عشرتك أي حاجة هيقتلك طالما انت حديث الله والرسول يعني الرسول داخل في المصور أنا عندي سؤال في الحتة دي يا مارينة في الكتاب المقدس كله من أوله لآخره فيه بيتقال مثلا موسى يقول الله وموسى الله أبدا أبدا هو عبارة عن عبد ولا يذكر اسمه في أنه لازم اللي حيسمع كلام موسى حيعمل كذا اللي حيسمع يبقى مش خارج عن الملة اللي ما يسمعش أصلي اللي ما يسمعش كلام موسى لا الله هو الواحد لأنه حاطت في الوصية الإله الوحيد اللي لازم يطاع ويحب فيه حاجة مهمة يعني بحبت دايما أقولها كمثل علشان الأمثال دايما حتى المسيح لما كان بيتكلم بأمثال يوضح للناس أنا دلوقتي بستجي أنا بعدت جواب أنا مارينا بعدت جواب مع البستجي هل البستجي ليه فضل في حاجة البستجي ده شغله هيودي الجواب وشكرا شكرا مش أنت هتودي الجواب أنا مثلا عملالك فيه ترقية أو جواب فيه أي مكافأة مش هتمسك البستجي وانت يا بستجي حبيبي وحتستمر أنا أنا مديونيه لك طول عمري بالجواب اللي انت حدفتقولي في البستجي بأبي أنت وأمي يا بستجي ده بستجي ده شغله فالرسول اللي من عندي ربنا ده بشر عادي ربنا قال له خد الرسالة دي وديها باي باي أنا ما نشتركش مع ربنا لا في قضاء صح ولا في أنفال ولا من حضر له رسوله ولا في الأرض ولا في أي حاجة مفروض وكل الأنبياء كانوا كده طب هو الرسول لما اشترت على الأرض دي ما مش مات هو أخد معايا حاجة لا ما هلأ با هم خلفاء وهم بقى خلفاء بيأخذوا الأرض يأخذوا هم يأخذوا والأرض والأرض بأنت لما تيجي تكلمي المسلم تقولي له دخلوا الأرض خدوها ده غزوة يقولك ده فتح الأرض للمسلمين ده لله ورسوله لأرضنا أرض المسلمين فالفكرة نفسها صحيح موجودة عند إيه؟ عند المسلم أن دي أرضه دخلتها دي بتاعتي خلاص بالإسلام بصي هو الديرة كلها فلوس سدقيني الموضوع سلطان وفلوس مش أكتر من كده تعالي نشوف سنن أبي داود كتاب الزكاة باب الكنز ما هو زكاة وزكاة الحلية باب الكنز وما هو وزكاة الحلية إن إمرأة أتت الرسول ومعها ابن لها وفي يد ابنتها مسكتان يعني إسورتين غليزتان من ذهب فقال لها أتعطينا زكاة هذا عين فيها قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهم يعني تخذي الإسورتين دولة بهم يوم القيامة سوارين من النار تخويف قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي أيهو دا دا اللي كان عايزه فألقتهما إلى النبي وقالت هما لله عز وجل ورسول الله هيلبس أساور حضرته ولرسوله الراوي عبد الله بن عمر المحدث الألباني المصدر صحيح أبي داول هيتحط كله هيتحط على الشاشة ليه ما ألهاش يا مارينة بصريح العبارة هاتيهم هو أول هدف زي ما أنا بقولك هاتيهم لا يقوم معي لا لله ورسوله حاطت الله في المقدمة ورسوله علشان هي تخاف وبعدين خوفها بالنار وبعدين هو ليه بيخوف هو بيعرف المستقبل هو عارف إن دي هتتصور يعني هتلبسهم في يعني هيكونوا نار على قديها غير كده مارينة هنقول وحي وحي إنه هو عارف ما يعرفش الغيب المستقبل إن النقطة بتاعتنا إيه؟ إن الله وشريكه واخدبالي الستة عملت إيه؟ راميتها لله ورسوله هي رصخ في أزهنهم يا مارينة إنه دي مرتبطة دي الارتباط الشرطي الله يبقى لزق فيه رسوله الله يبقى فالستة يعيني من الأول من الأول هو ما قالهاش لله ورسوله هم قامت رميها على طول في حجره وقالت إيه؟ هم لله و للرسول هو ما قالهاش هم لله ورسخ في أزهنهم في حاجة اسمها الارتباط الشرطي إنه لو قلت كده دي تتحطي بعدها على طول فقال لها خوفة فقالت خد هم لله و الرسوله طبعا كله يعني في البيت عارف حاجة كمان يا فرحة ودي مهمة جدا أنا أهو أنا وانتي مثلا نقول إيه؟ لا إله إلا الله هل إحنا كده ندخل الجنة؟ لا يعني كعقيدة إسلامية كعقيدة لا بالنسبة للمسلمين لا لازم تقولي الشهدين لازم تقولي إنه محمد رسول الله يعني الله أي دين في الدنيا عمل كده؟ مفيش فيش غير الإسلام عشان تكون مسلم لازم الله تقول الشهادة الأول لا إله إلا الله ولازم تشهد على حاجة أنت ما شفتها ما حصلت مع عثماني اسمه أبو سفيان أيوة لما حطوا الصيف على رقابته بس أنت بتشهد شاهد ما شفش حاجة أنت بتشهد لا إله إلا الله أنت شفت أنت بتشهد على إيه؟ وبتشهد أن محمد رسول هل أنت بتشهد على إيه؟ أنت بتشهد على إيه؟ أنت شاهد ما شفش فلازم أنت عشان يبردوا الشهادتين دي إيه؟ دي الله والرسول بعدين ادخلي أبيت المسلمين بيوتكو يعني هتلاقي إيه؟ الناحية دي الله والرسول والرسول الناحية التانية بالزبط ادخلي الجامع الله ورسول وده الرسول في نفس الخط بنفس الحجم بنفس المكان يعني مش مثلا كده وكده لأ حتى تلاقي الراية بتاع الدعش الله رسول محمد الله في الأول أهو بس هما هو بيقول لك إيه محمد رسول الله فقال لك احنا ما نحطش إيه؟ محمد فوق بص المخ ما حطش محمد فوق فروح أحط الله فيبقى الله رسول محمد في الراية بتاع الدعش يعني علشان عشان ما يحطوش محمد فوق خال الله إيه؟ الله هو الرسول الفكرة نفسها ننتهي الحلقة النهاردة أن الله ليه شريك وهو محمد في كل حاجة وإحنا أثبتنا يعني ورناك وكذا نقطة وفيه حاجات تانية كتير أنت ممكن تدور في الموضوع وتوصل للحقيقة ونلتقي بكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجهر وإلى اللقاء